لماذا تسمحوا لهم يعترضون على المرشح اللي انت تقول مو مرشحنا محمد توفيق علاء وانا الحملت صورتها قبل شهر لو هم الموجودين بساحات التظاهر منو حملت صورة الخمس مرشحين اللي موجودة انا ادعوك ان تظهرها بشاشتك وانت شاشتك محايدة اظهر من الخمس مرشحين اللي كان من ضمنهم عبد الوهاب وكان من ضمنهم فاق الشيخ علي وكان من ضمنهم الاسدي وكان من ضمنهم محمد توفيق علاوي شنو صلتنا بمحمد توفيق علاوي احنا هناك فترة مؤقتة وهناك خلال هذه الفترة حكومة تشكل من قبل سيد محمد توفيق علاوي لادارة البلاد لفترة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة هذا اليوم هذا يعتبر انجاز حبيب استاذ صلاح خلي الشارع يعرف بان هناك اليوم مفوضية مستقلة لما نحن عدينا قانون لانتخابات غير حتى نجري انتخابات مبكرة استاذ صلاح انا راح انطيك فترة شغلة مهمة جدا خلي اسمح الشارع العراق هناك من يريد ان لا يكون هناك مرشح لرأسة الوزراء حتى لو رشحنا من ضمن دولة الخمسة اي شخص هناك من موجودهم في ساعات التظاهر وفي كل ساعات التظاهر في كل المحافظات هناك من يريد بان لا يكون هناك مرشح لرأسة الوزراء حتى يجر البلد الى فوضى عارمة هذا الموضوع اصبح واضح للجميع وإلا شنو صلاح محمد توفيق علاه وشنو انتماء الحزبي لأي جهة خلي جواحد يبرر يقول هو اي حزب كان مو نبحث عن شخصية مستقلة مو نريد شخص رئيس وزراء يشكل حكومة مستقلين اليوم كلف هذا الشخص وقلنا له اروح شكل حكومة مستقلين وكفاءات وبعيد عن تدخلات احزاب السلطة وامامك فرصة تاريخية لاجراء انتخابات خلال فترة مؤقتة والنهوض بواقع البلد